خلينا نبتدي بثلاثية الزمالك نكسب الأهلي على الزمالك بس أقولك الحاجة الفترة اللي كان كل أرجي فيها الراجل في أي مؤتمر صحفي كان بيتكلم إن الناس كلها بيتقولوا الملف بتاع الصوبر أول ست أسابيع تواجد كلموا على الملف الصوبر قال لهم أنا بمشي بخطوات ملف كله مباراة على حاجة الراجل استفادت مباراة سموحة بروفة مباراة الزمالك تأييداً لإمكانيات الراجل في مباراة البنك الأهلي اختار ثلاث حاجات أو سبع تمن حاجات هو حققهم بالفعل سيقط كولر في كم الإصابات اللي ظهرت له وهو موجود بعد ما هو اقتنع وثبت شكل تشكيل ابتدى يعيد حسابته ومحسس الناس أن القماشة ما ينفعش يطلع منها العيبة كتير بدأ من الأول زي ما يقولون بالزبط تثبيت طريقة اللعب وهو أقنع الناس كلها على الشكل العام للرؤية أربعة اتنين ثلاثة واحد وهو شغال بيشتغل أربعة واحد أربعة واحد وده مهام ليه زي ما بيقولوا عليه شادو سترايكر الفرود الخفي أنا بسميه الفرود المزيف الزكي اللي هو مثلا زي الناس كلها عارفة أن الفرود اللي موجود هيبقى ما بين شادي ما بين شريف بقى كهرباء قابليه كان برستاو صح ابتدى يعمل روتيشن عبدالقادر لو دخل جوه كهرباء يغطي مكانه لو أفشى دخل جوه كهرباء يغطي مكانه ما بيناش حاسين اللعيبة كلها فهمت الدرس أنه تيكتيكيا من شرط الأولاني إزاي يبقى موجود تحت الكورة إزاي يشتغل كتلة واحدة ارتفاع مستوى الأداء الجماعي والفردي الجماعية اللي احنا شفناها الفردية وهي دي بقى لازم تتقلل الناس بالترتيب محمد هاني حسين الشحات زكاؤه في بس الثقة لرمي ربيعة رغم أن الإعلام والميديا قالوا أن رمي احتمالي ينتقل وفي ناس بتادي تتكلم معامل رؤساء قندية حتى حتة معينة سبت فيها الشكل فكره ودهاؤه أن الراجل الخافي هو حمد فتحي وليس أفشة ولا حسين الشحات إدى لكل واحد مهام يشتغل بها خمس حاجة ارتفاع مستوى البدن اللي عبت لنا للأهل بقى باين بقى باين عندنا اللعيبة بتدي الشغلة قدية وما بيقدرش بيشاور وبيحصل التغيير زي ما احنا شفنا بياخد من اللعيبة اللي هو عايزه يعني مثلا الناس بتقوله هو أحمد عبدالقادر مش فاي قالهم أنا باخد منه الجزء اللي أنا عايزه لمدة ستين سبعين ديئة وأنا بديله الرياحية يشتغل المروغة واحد على واحد صح بعد كده صفقات زبطت التشكيل كريستو سبتت صح نمرة واحد كريستو هو القادم الناس مستعجلة عايزة تشوف المحترف صحيح أحلى لقطة في الموضوع أعاد علي معلول معاه لمدة معينة عشان يقوله مين هو كائن النادي الآلي هو جاي طبيعي عارف من أنيسبو جلباني الشكل العام إزاي هو ده الدور مش في الملعب بس برا الملعب إزاي تكلم شبل صغير أعرفه الكيان ده لا يقل عن فرق أوروبا حضرك شايفين كريستو في اللي جاي هيبقى فارق جدا مع نادي الأهل لو رجعت بالزمن شوية كان النادي الأهل آيمن والجزء جاب أمير سعيود ما استعجلنا عليه عشان نشوفه في ورقة ما كملتش في النادي الأهل شفناه بعد كده في بطولة أفرق كريستو هو الصغير اللي هيدلع على حسه الكبار وهيبقى في يوم من الأيام ركائز أساسية الفريق نادي الأهل إمكانياته شكله جرأته شخصيته بتقول كده أما قلت لحدك ضوابة التشكيل اللي دخلت بالصفقات خلد عبد الفتاح طبعا إحنا الناس بنقول ممكن أجرب فيرويد ممكن أجرب لعب نص معلعب زي مروان بس أجرب سير دباك أول مرة يجرب ماتش أهلي وزمالك اختبار صعب صحيح والماتش اللي بعديه أكافئ نفسي وأقول له إلعب باك رايت وغير شكل اللعب للإجهاد اللي جي الكوكا وديته باك ليفت ونزلت فخري باك رايت الموضوع هي دي وماشي للنادل أهلي أنا بقولها هو مقص دار شاطر فصل أشيك بدلا للنادل أهلي باللعاب اللي جايبها اللي هو حلوة جملة أوي ثاني جملة كبير هو مقص دار اللي هو كولر فصل أحلى بدلا للنادل أهلي في الشخصيات اللي جايبها الراجل بيقول في المؤتمر أنا لو جبت زي وزي اللي عندي يبقى اللي عندي أولى أجيب اللي برة يبقى فيه فرق بينه بين اللي عندي ما هو اللي هيجي من برة في فرق هيضيف فيحصل عدوى من اللعاب المصري اللي لعاب المحترف اللي جاي فأنا هقلده الناس بسط بعين وعين هو هيبقى اللي جاي زي برونو سافيو لعاب كويس بس كلمة برازيل حطط له تحت اسمه ميت خاط ميت خاط حططه تحت ضغط معين كمان مستنيين من الحال مصطفى ميسي انت مستعجل من الميديا ومن اللي حواليك ده انت جاي وانت نجم أزبر هتجيلك شادي زي مشريف صبر وجاتله في مطشين ثلاث أهداف كافئ نفسه أولا كافئ الموديل الفني ثانيا انت يا شادي فرود كويس انا راجل سردباك بحس فرود كويس بتجيب ألعاب الهواء بتجيب اللعبة برجلك لتنين عندك من بس هي النادي الأهلي بيقول كلمتين اللي ييجوا جوا يبقى نجم عشان يخش كيان النجمية اللي بيجي من برة يبقى نجم فيخش جوا عشان يكمل كيان النجمية انت مستعجل أزبر ما تستعجلش ما تطلبش انك تطلع عارة ولا تروح في حتة ايامك جاية ممكن في مطشوية هتجيب جنو اتنين تغير المفهوم تباً تباً اشتركوا في القناة